موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم متابعي قناة القلعة التعليمية مرحبا بكم في فيديو جديد سوف نتحدث عن مؤسسة جديدة التي تعلن على فتح أبواب ترشيحها بالنسبة للتلاميذ السنة الثالثة إعدالي هذه المؤسسة هي تانوية التمييز رياضة الدراسة بمدينة الرباط كما نرى في الموقع الرسمي هذه المؤسسة فان عملية تسجيل انطلقت نسبة للموسم 2023-2024 تعلن تانوية التمييز رياضة دراسة بالرباط عن بداية التسجيل لموسم 2023-2024 لتلاميذ الثالثة إعدادي في هذا الفيديو إن شاء الله إذا نحاول نعرفه شروط ديال التسجيل وكيفية المعايير المتبعة في انتقاء المترشيحي لهذه المؤسسة ألغوا من سبيل فترة التسجيل فهي تمتد من ٢١٦ إلى ١١٧ ألغوا الفئة المعنية أمدوا بالفئة المعنية بهذا المؤسسة شكونوا متلامد ليقدروا يدفعوا هذه المؤسسة حسب الموقع الرسمي لدى التانوية إذا الفئة المعنية هم تلاميذ ثالثة إعدادي ولكن بشرط يكونوا متفوقين لمن ناحية الرياضية ولا من حيث الدراسة يعني متفوقين رياضيا ودراسيا يعني تلامد لي عندهم نوقات جيدة في مستوى الثالثة إعدادي وكذلك عندهم بعض المؤهلات الرياضية اللي غنشوفوا من بعد شنو هم التخصوصات اللي مفتوحة في هاد المؤسسة هادي على مسبل معايير الانتقاء حسب ما جاء في الموقع ذي هاد المؤسسة إذا كما قلنا في البداية الانتقاء غيكون بسبل التلاميذ المسجلين بمستوى الثالثة إعدادي لموسم ٢٠٢٢٢٣ يعني اللي كان عندهم متسانة قراء الثالثة إعدادي يعني دابا موجهين إلى الجذع المشارك العلمي هؤلاء ما المعنيين بسبل السن فهم مديرين ١٣٠ سنة على الأقل كذلك أهم الشرط هنا التسجيل متاح للناس الموهوبين في إحضار الرياضات مع التوفر على رقم قياسي إقليمي جهوي وطني أو دولي يعني التلاميذ اللي ضيجة شاركوا مثلا في مصابقات رياضية مثلا سواء منسبة العدو الريفي مثلا يعني ألعاب القوى بصفة عامة يعني ضيجة شاركوا في تظاهر رياضية سواء إقليمية أو جهوية أو وطنية أو دولية لذلك سيكون عندهم نسبة كبيرة لإحتمال أنهم يتقبلوا في هذه المؤسسة أو مثلا لمنسبة للناس اللي يمرسوا الرياضات القتالية مثلا إذن تكون عندك واحد درجة معينة واحد القراض معين أو يعني للناس اللي عندهم شي مؤهلات كبيرة في هذا المجال الرياضي إذن يمكن لهم يدفعوا لهذه المؤسسة هذه لأن الهدف ديال هذه المؤسسة هو تكون رياضيين من مستوى عالي وعلى الهدف ديال المؤسسة وذلك التلميذ في النهاية يكون رياضي من مستوى عالي بالإضافة لدراسة دياله بطبيعة الحال من بين المعايير الانتقاء كذلك إذن القدرة البدنية لممارسة الرياضة يعني يخص هذا المترشح ما يكون عنده تشي مشكل يعني بإمكانه عنده القدرة البدنية الكاملة باش أنه يعني يكون رياضي بامتياز كذلك الشرط آخر يعتمد في الانتقاء بالإضافة للمؤهلات الرياضية تطلبوا كذلك نتائج دراسية جيدة لولوج الجدع المشارك العلمي كين جدع مشارك العلمي وكينتاج جدع المشارك الأدابي إذن كين جوج ديال التخصصات سنهضروا عليهم من بعد إذن بالإضافة للمؤهلات الرياضية خص التلميذ يكون عنده نتائج دراسية جيدة نسبة المراحل الانتقاء حسب ما هو مذكور في الموقع إذن هناك انتقاء أولي يكون بناء على النقط المحصل عليها في السنة الثالثة إعدادي بناء على النقط التي يحصل عليها التلميذ في السنة الثالثة وبناء على الملف الرياضي والطبي للتلاميذ الذين تسجلوا بموقع التانوية إذن تتم دراسات الملفات ديالهم ويتم الانتقاء ديالهم بناء على النقط ديالهم وبناء على الملف الرياضي ديالهم الذي سيقدمه ثم هذا الانتقاء الأولي ثم من بعد يعني مش أي واحد تختار في المرحلة الأولى يعني راتق بالمئة في المئة هناك انتقاء نهائي الانتقاء النهائي يتم بناء على اختبارات الرياضية واختبارات طبية ذوك الناس اللي غيتقبلوا في المرحلة الأولى الناس اللي عندهم نقط جيدة وعندهم ملف رياضي جيد إذن غايدوزوا ايجتازوا بعض الاختبارات الرياضية ربما في المؤسسة وكذلك اختبارات طبية اللي كتبيا بأن ذوك المرشحين بإمكانهم يعني يكونوا رياضيين من مستوى عالي في مستقبالا المسبل عدد المقاعد المحددة لهات السنة تم تخصيص حسب الموقع ذيال التانوية دونك هاد العام خصيصه مئة وعشرين مقاعد في التخصصات التالية يعني غايزوا مئة وعشرين تلميذ التخصصات اللي مفتوحة الحد الآن هات السنة الأولى دونكين التيكواندو خمسة وعشرين مقاعد ثم كلا يتخصوا في رياضة الجيدو خمسة وعشرين مقاعد ثم السباحة لاتين مقاعد ثم ألعاب القيوى ربعين مقاعد إذن هاده هما تخصصات المفتوحة في هاد المؤسسة هادي وديني واحد لإشارة في الموقع لأن هذه المؤسسة يعني سنوات المقبلة غادي يكونوا تخصصات أخرى ورياضات أخرى دونك نخلي لكم أسفل هذا الفيديو رابط التجيل اللي بغي يتسجل في هذه المؤسسة وغادي نوضع واحد الفيديو آخر ان شاء الله لتشرح طريقة التجيل وأي جديد يخص هاد المؤسسة غادي نحاولون نضعف هاد القناة بإذن الله باش نحاولون نوصلوها لجميع التلاميذ والكل يستفد خصوصا التلاميذ المعنيين اللي عندهم هاد الإمكانيات اللي مطلوبة باش يمكن لهم يتسجلوا في هاد المؤسسة هادي